صباح الخير و أهلاً وسهلاً بحضرتك صباح و رهنين و رهنين فيكم كيف الأخبار كله تمام؟ عمد الله رب العالمين كيف فضع الخط العربي؟ والله للأسف في تراجع في تراجع لازم نستهتم أكثر في موضوعات العربي لأنه صار كل شيء محاوسة حالياً صحيح يعني إحنا كلنا نحكي في بداية البرنامج أنه كمان التكنولوجيا أخذ جزء من من قديش مهاراتنا بالخط العربي حتى لو اليوم الأطفال والتلاميذ بعن بنسخوا ولكن حتى إحنا كل معاملاتنا على الكمبيوتر حتى لو بدنا نكتب نوت كنا زمان نكتبه هلأ بنحطه على الموبايل ولكن بداية هل فعلياً الخط العربي الحلو وراثي ولا إشي ممكن نتدرب عليه؟ الجانب الوراثي إلو دخل في جمالية الخط العربي أن الإنسان لمستقبل يكون فيه أو يكون خطات خط عربي بس لا يعني أنها لا تكون صفة مكتسبة صفة مكتسبة أن أدخل على مجال معين ما بفقه شيء فيه مجال ما عندي أي خلفية عنه ببدأ أتعلم القواعد والأسس شوي شوي ببدأ أطور المهارات لكي أكون مبدع في هذا المجال طيب للأشخاص اللي يعني خطهم مش حلو يعني ما بنقول إنه مش حلو ولكن مش بالرتابة اللي يفترض أن يكون فيها لأن الخط العربي بالفعل هو من يعني خط جميل ويعني في حتى أنواع يعني مش نوع خط واحد بالضبط مية بالمية هو هندسة وفن موضوع التخطيط فهل ممكن إنه بعد فترة زمنية معينة بعد ما نكون تعلمنا كيف نكتب وهذا خطنا اللي إحنا متعودين عليه نقدر إنا نرجع ونحسن من خطنا؟ مهما وصل يعني الإنسان مثلا وصل خلنا نتكلم نعد المرحلة الأساسية والثانوية لا يعني إنه خطه لا يمكن أن يتحسن لأ طالما تعلم عن أسس والقواعد الصحيحة للخط العربي خطه قابل للتحسن نعم بما إنه ذكرنا موضوع الوراثي دعما بيقولوا الشخص اليسراوي العسراوي اللي بيكتب بإيد الشمال بيكون خطه أحلى ويمكن بنشوف حتى يمكن يعني أنا في عندي تنين بالعيلة يسراويين وخطهم أحلى فهل هذا الأشي كمان إلو دخل من الوراثي أو إلو ما بعض دخل من الوراثي أو لا بس لا يعني برضو الأصحاب اللي بكتب بإيد اليسار لا يكون خطهم الجميع في نسبة كبيرة من الخططين بكتب بإيد اليسار نعم بكتب بإيد اليسار كيف بنحسن الكتابة والخط؟ يعني أعطينا طرق لنحسن الكتابة والخط أو نعرف إنه إحنا عم نكتب غلط أو طريقة تخطيطنا غلط حس أول شيء غالب الناس تستخدم الخط الحر يعني في ناس عشان تنقسم الناس قسمة الناس خطها سيئة وناس خطها جميل هم بيستخدم الخط الحر تمام بس لا أنا لازم أحدد إنه فيها السنوار الخط بالنسبة للكتاب العادي يفضل أنك أنت تكتب بخط الرقع خط الرقع مثل مثل أي خط أي مجال في الحياة يعني فيه الأسس وفيه القواعد طالما أنا مشيت على هذه الأسس والقواعد تمام فبلج أحسن من خطي حس نحكي للناس السيئين الأصل الخطف والناس الخطهم سيئ تمام يبلج يتعلموا الكتاب الصحيحة والأسس والقواعد الصحيحة عشان يحسنوا من خطهم وبالنسبة للناس اللي خطهم أصلا جيد أو خطهم جميل يطوروا من أنفسهم يبلج يكتب بقواعد حتى لو كان القلم العادي القلم الحذر أو القلم الخصاص اللي نستخدمه يبلج يطوروا من أنفسهم بحيث أن ينتقلوا لمرحلة التخطيط القلم بالكتاب بالقصب أو بالقلم الشطفة ويرهم القلم الخط العربي نعم ماذا هي القواعد اللي نغيرها يعني تحكي لنا قواعد ولازم يكون فينا قواعد عشان نتعلم نكتب ويعني بنقدر إننا ننميها شو هي هاي القواعد يعني احنا متعودين بنمسك الألم ومنكتب دعنا نتحدث عن أسس عامة ندخل في موضوع الكتاب أسس عامة الآن بالنسبة دعنا نأخذ هون هي الورقة نأخذها على الكاميرا اللي هون إذا في مجال نأخذها تمام إذا في مجال يعمل زوم نريد أن نأخذها على هاي الكاميرا نغلبك على وين اللي هون دعنا نتحدث عن كلمة لا إله إلا الله في خط الرقع الأصل في أسس خط الرقع يكون في ميالان خفيف لحرف الألف جهة اليسار وزي ما انا شايفينا نحاطي خطوط وهمية بحيث أن تكون كلات على نسق واحد مش حرف ألف ما يلجهة اليمين وحرف ألف ما يلجهة اليسار وحرف ألف مستقيم تماما فهذا النسق أو التنسيق اللي أنا لازم أمشى عليه وبرضه بتطلع هون على الميلان اللي موجود مثلا في حرف اللام ألف الميلان عشان تشكل عندي هون زاوية 90 درجة عشان أكتب طريقة صحيحة هون نوخوا مثلا بيت شعر عاشر بمعروفهم فإنك راحل ونترك قلوب الناس نحوك هادي شغل هذا جديد نعم هادي اليوم عم نشوفه فضل برضو نفس الشيء حطت الخطوط الوهمية في ميلان جهة اليسار لازم أحافظ على نسق معين إن أنا كون أكتب بزاوية 90 درجة عشان نشوفه أنا لما بلجت بحرف العين بكتابته رافعنا السطر شوي نعم فهي أول واحدة لازم نعرفها بأنه نكتب بزاوية 90 درجة أيوة زاوية 90 درجة نعم أنه يكون 90 بالنسبة لخط الأفق والخط العمودي زي ما أنت شايفي هون رفعت حرف العين عن السطر شيء خفيف في المقابل أنا لازم أنهي حرف الألف أو نهاية الكلمة تمام على السطر نفسه نعم حرف الشين برضو رافع عن السطر حرف الراء على السطر تماما فيها ميلان وفيه ميلان بالألف عشان تتشكل عندي زاوية السينية أوكي تمام نعم في مسكة الألم كمان فيه قواعد كيف حنا لازم ننفوك الألم عشان يعني نتأكد أنه خطنا رح يتلح حلو هناك أخطاع شائعة عن مسكة القلم في ناس نمسك القلم بهذه الطريقة طبعا خطأ في ناس نمسكه بهذه الطريقة وخطأ في ناس نمسك القلم من المنتصر نعم في ناس نمسك القلم من أسفله تماما أي مسكات خاطئة للقلم الأصل أن أمسك القلم بهذه الطريقة تكون بعيد عن أسفل القلم تقريبا 2 سنتين تمام نعم نغلبك أستاذ سفيان بس ترفع إيدك شوي عشان يكون واضح على الكاميرا كيف مسكات الألم الغلاط هذا المسك الصحيح هذه المسك الصحيح على القلم نعم تكون أسفل القلم بيدي عنه تقريبا 2 سنتين ممام ومريح القلم على إيدي وبالنسبة للكتابة أنها الأوراق لا تكون مستقيمة تماما ولا ميلة تكون على ميلان إيدي نعم كيف أحسب أنا أحسب إيدي؟ إنه مستقيمة مع إيدي مستقيمة مع إيدي نعم ولكن اليوم إذا نحن ندرب حالنا بدنا نحسن خطنا هل يعني لما نظلنا ننسخ 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 هذا تدريب حقيقي ولا إذا ما كان في وعي إنه هناك في أخطاء الأخطاء هذي رح تتكرر وما رح يصير فيه فائدة كثرة النسخ والممارسة مهمة جداً عشان تحسن الخط خطك بشكل عام أو تحسن أي مهارة أنت بدك تتقنها بس ما في أي فائدة لكثرة النسخ إذا كان بنسخ بطريقة خاطئة إنه ما تعلمني إذا ما تكلمت الأسس والقواعد الصحة نعم هاي كلنا اليوم أنا وغادنا عم نحكي إنه أنا كانوا يعطوني فرضاً النسخ ثلاث مرات أنسخ مرتين فمعناته أنا ما رح علي إشي أنا معناته عندي موضوع إنه أنا مش ماسك ألب منيح لأنه يعني أنا من خلال شرحك أستاذ يعني انتبهت بإنه أنا ما بمسك الألم بهذه الطريقة ما بكتب بهذه الطريقة الفرضاً الورقة بتكون ما إلي فهي أمور حلوة إنه ننتبه عليها أهلين ينتبهوا والأهالي ينتبهوا على أطفالهم يعني هم عم بيعملوا واجباتهم أيضاً الأستاذ خلال الحصة الصفية والمعلمات إنه لازم ينتبهوا كيف الطلاب عم بتكون أعدتهم لأنه الأعدة أكيد على الدرج لها كتير تأثير على الكتابة مسكة الألم زي ما ذكرت وأيضاً كيف الورقة ما يلانها كيف لازم يكون الدفتر والكتاب إيش في أمور تانية لازم كمان المعلمين والأهالي يركزوا عليها خاصاً إنه إحنا هلا بلشنا فصل دراسي جديد فيه شغل اللي تكلمت عني قبل الشيء إنه كثرة النسخ حس أنا بدي أعرف أنه بدي فاهم الطفل إنه كثرة النسخ مش عقابي لك لأنا بدي أحسن من خطك وأطور من مهرتك في كتافة الخط العربي كثير من الأسادة والمعلمين والأهالي تمام بعاقب الطفل بكثرة نسخ الدرس يعني مثلاً تبديك تنسخه اليوم خمس مرات أو عشر مرات وكون تركيز الطفل كلياته إنه يخلص الواجب المطلوب منه مهما كان خطه لأ لازم نوس المعلم يعلم الطفل والأهالي تكون تركيز الطفل بحيث أن أعطيك تنسخ أكثر من مرة عشان تحسن من خطك إذا نسخ مرتين أو ثلاثة تمام بخط جميل أفضل إن ننسخ عندي عشر مرات بخط سيء نعم نعم أنا حاب نعمل امتحان نشوف من خط أحلى أنا ولا غادا أنا عارفة أنا كنت عارفة أنه هذا الموضوع رح يجي في الطريح إلينا لأنه أنا مش إنه خط كثير عفشيكي بس إنه يعني مش بي يلا ليلا كم دقرب لك هذه عفشيكي غادا عم بتقول إنه خطها كثير أحلى من خطي لا حيبت هلأ منشوف أنا ما بقول بس أنا بدي أتبعي لطريقة الصحيح هلي حكي عنها أستاذ سوفيان يلا وهي كمان نفس بيت الشعر نفس بيت الشعر نعم بدي نكتب اسمي نكتب اسمي على البسيط خلينا على الخط البسيط شايفكي في ليلة أكتبي أغلب ليلك ولا أكتب غادا سابا صدق خطها حلو لا يا بس خطي حلو كمان بس خطك حلو كمان خطي أهو طيف مش طيب كيف شو رأيك بخطنا شو رأيك أستاذ طيب مهم شو رأيك بخطنا لا مشو خطوط جميل يعني جميلة جميل الخاص هلننسخ منيح هلننسخ منيح نعم مجامل أم حقيقة لا حقيقة حقيقة طب يلا كويس أبدا نتكلم الخط خط حر خط حر طبعا لا حقيقة أكيد مثلا لما نأتي هنا على القواعد الأصل أن يكون في زاوية عند حرف اللام وحرف الياء اهه غادا عامل الزاوية أنا حاولت أعمل زاوية أد ما بقدر لأنني أدو برقص على الألم لا أخي هلنسخ مني لا أخي الألم لا أخي لا أخي أخي على الألم مش عالق أخي جميل جدا أخي طيب تماما لسه القلم قطة معها أهه ليلا آه اه اوكي أنا لازم أرفعه لا أنا أتحدث عن زاوية الكتابة نفسها نعم 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 هون ها بنتحدث عنه الخط الحر لا لازم يكون فيه عندنا هون الزاوية زي ما حكينا هون الأبعاد تمام هاي الزاوية 90 يكون فيه ما يلان في الخط نعم هاي واحدة من الأمور لازم نركز عليها إذا شكرا لوجودك معنا أستاذ سفيان مسامح وحضرتك خطات شكرا على المعلومات والتكنيكس اللي أعطيتنا إياهم حتى نحسن من خطنا العطم أهلا وسهلا